بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 بارتتين Sickness of One-Way Slabs نحن نحتاج Sickness اللي هو TS بتاع البلاطة لأن ده مهم جدا في حسابات WS اللي هي بتساوي جزء منه Deadload plus جزء Life Load Deadload ده فيه جزء كبير منه اللي هو Depend على Weight بتاع L-Slab يبقى Weight بتاع L-Slab يعتمد على Sickness اللي هو TS يبقى TS ده مهم جدا علشان نحسب Lodes ومن Lodes نبدأ نحسب Moment ومن المومنت نعمل Design L-Seccation بنقول هنا احنا عايزين Confirm Sickness is adequate for One-Way One-Way Slab والShear Reinforcement بيبقى مش مطلوب في البلطات Minimum Area of Shear Reinforcement Required in Slabs F امتى نحتاج Minimum Area لو VU اقل من او يساوي Phi مضروبة في VC ايه هي VC ده Shear Strength بتاع الخرصانة VU ده Shear Stress اللي موجود على القطاع غالبا بنستخدم المعادلة اللي تحت ريئة اللي هي Phi VC بتساوي Phi في اتنين جزر F C B Web في D طيب بنقول Sickness بتاع One Way Slabs انا محتاج Minimum Sickness الميнимum Sickness دوت بنحسب ه ازاي دي بند على مجموعة من الحالات هل البلاطة اللي عندي هي Simply Supported او البلاطة اللي موجودة في اتصال ولكن الاتصال ده من جهة واحدة او الستريب او البلاطة اللي شغالين عليها في اتصال من الجهتين الكلام دوت بيبان من التابل اللي معانا ان solid slabs ال one way في حالة simply supported يبقى اللي سبان على عشرين لو one end continuous الا على 24 both end discontinuous زي الحالة اللي احنا بنقول عليها هادي البلاطة ديت متصل من الجهتين يبقى الا على 28 طب لو هي cantilever slab يبقى الا على 10 طب لو انا شغال على الbeams ازاي بحسب السيكنس الا على 16 الحالة التانية الا 18 ونص الحالة التالتة الا على 21 في حالة ال cantilever beam يبقى الا على 8 محتاج محتاجين بتاع السقف يحقق شرط ايه هو الشرط ان لما يحصل حريق في حالة الفاير ان السيكنس ده يبقى كافي علشان يقاوم الحريق لطايم معين ما يقدرش يقاوم الحريق forever ولكن لطايم معين number of hours علشان ما يحصل ان الحديد اللي جوه يحصل عملية melting يبقى احنا محتاجين السيكنس يبقى كافي لمقاومة الحريق لعدد معين من الساعات او لدرجات الحرارة العالية وفي الحالة دية بنعتبر 250 درجة درجة كافية في عملية الدزاين